اشتركوا في القناة وثمانية عشر نقطة المزيد من التفاصيل مشاهدين في التقرير التالي تجاوزت كمية الأسهم والسقوك الإسلامية ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع أربعة عشر مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف سهم وصك ووحدة وبلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة تجاوزت أربعة ملايين ومائة وثلاثين ألف دينار نفذها المستطاء لصالح المستثمرين من خلال مائتين وأربع وثمانين صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم إحدى وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في حين انخفضت أسعار أسهم إحدى عشرة شركة واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية أما المرتبة الثانية فقد كانت بالنصيب قطاع الصناعة أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني شركة ألمانيوم البحرين ألبا في تعاملات بورصة البحرين لهذا الأسبوع فتح مجلس المناقصات في جلسته الأسبوعية 78 عطاء تابعاً لست عشرة مناقصة ومزايدة وبلغ إجمالي أقل العطاءات المستلمة في الجلسة نحو 6.8 ملايين دينار بحريني وتصدر الجلسة من حيث عدد المناقصات وزارة الأشغال بثلاث مناقصات تضمنت مشاريع الصرف الصحي بتشغيل شبكة مياه الصرف الصحي المعالجة ومبنى مكاتب لتوسع لمجلس النواب وأعمال البناء وإعادة طرح المناقصة وأعمال سحب العينات اللازمة في منشآت الصرف الصحي وملحقاتها وأظهرت بيانات جلسة مجلس المناقصات والمزايدات إعادة طرح وزارة الأشغال مناقصة أعمال بناء مبنى مكاتب لتوسعة لمجلس النواب وتنافس على المناقصة ثلاث شركات تقدمت بأقل العطاءات شركة بوكواني جروب بعطاء بلغت قيمته 3.52 مليون دينار كما فتحت هيئة البحرين للسياحة والمعارض مزايدة لتأجير أراضي على شاطئ خليج البحرين تنافست على المناقصة شركة واحدة هي يوسف كاوش اس بي سي بعطاء بلغت قيمته 54 ألف دينار والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية سجلت مطارات المملكة العربية السعودية نموا كبيرا في أعداد المسافرين خلال عام 2017 حيث وصل عدد المسافرين 91.8 ملايين مسافر أقلتهم 741.293 رحلة وحققت مطارات المملكة السبعة والعشرين نسبة نمو مرتفعة في أعداد المسافرين وصلت إلى 7.7% مقارنة بعام 2016 كما سجلت الرحلات نسبة نمو وصلت إلى 4.6% بحسب إحصائيات أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني وشهدت مطارات المملكة الدولية زيادة كبيرة في عدد المسافرين عام 2017 إذ بلغ عدد المسافرين عبرها نحو 78.46 من ألف مليون مسافر بينما بلغت أعداد الرحلات في المطارات الدولية 593.866 رحلة تنطلق فعاليات مهرجان دبي العقارية الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في التاسع من أبرل المقبل لمدة ثلاثة أيام بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض وقالت الدائرة إن المهرجان من شأنه تنشيط حركة البيع والشراء في السوق العقارية بالتزامن مع سلسلة من الفعاليات الدولية الأخرى التي تهدف إلى جذب الاستثمار للدولة وتحتل دبي حاليا صدارت سوق العقارات العالمية من منظور فرص الاستثمار متقدمة على العديد من المدن الرئيسية بعائد استثماري يتراوح ما بين 7 و 8% سنويا وسجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 69 ألف معاملة عقارية بقيمة إجمالية جاوزت 285 مليار درهم في العام 2017 هبطت وللمرة الأولى طائرة شركة طيران الإمارات العملاقة A380 وهي أكبر طائرة نقل ركاب في العالم في مطار بيروت الدولي في الوقت الذي يتطلع فيه لبنان لإحياء صناعة السياحة والنقل وقال الطيران الإمارات أنها سيرة الرحلة وهي الأولى من نوعها التي تقل ركابا قاموا بالدفع إلى بيروت لمعرفة ما إذا كان المطار جاهزا للتعامل مع خدمة A380 العادية ويعول لبنان كثيرا على القطاع السياحي الذي تأثر وبشكل كبير وتعرض لفترة كاسات طويلة بفعل الأزمة السورية والمناخ السياسي في البلاد هذا واستقبل لبنان مليون وخمسة وثمانين ألف سائح في عام 2017 وذلك وفق الوزارة السياحة اللبنانية وهو أكبر عدد منذ أن وصل إلى أكثر من 2 مليون سائح في عام 2010 أظهرت بيانات رسمية تراجع الاحتياطيات الدولية والسيول النقدية الأجنبية لمصرف قطر المركزي خلال شهر فبراير الماضي وانخفضت الاحتياطيات والسيول وهي مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية الريال إلى 37.6 مليار دولار الشهر الماضي من 37.7 مليار دولار في يناير وأظهرت بيانات رسمية في نوفمبر أن الاحتياطيات والسيول انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر من 39 مليار دولار في أغسطس الماضي أي بمقدار 4 مليارات في الشهر تقريبا يأتي هذا في ظل استمرار مقاطعة قطر من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر